اشتركوا في القناة تواصل الفعاليات المساندة للأسر المضربين ونشطاء يغلقون مقر الصليب احتجاجا على وضع العربيت كانت سيلغي لقاءه مع نتنياهو والأخير يواجه جلسات استماع حاسمة في قضايا الفساد وفي النشرة ايضا افتتاح مهرجان قلقي ليا الرابع للجوافة دعما للمزارعين شاهدين الكرام من العنوين الى تفاصيل مع الزميل محمد نوفا مساء الخير محمد مساء الخير دارين أهلا بكم الى التفاصيل التاسعة تلقى السيد الرئيس محمد عباس اتصالا هاتفيا من سمو الأمير علي بن الحسين شرح خلاله الأمير أوجه التنصيق والتعاون المشترك في قضايا الشباب والرياضة بين الأردن وفلسطين وشكر سيدته سمو الأمير علي على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبدولها في هذا المجال وحمل سيدته سمو الأمير تحياته لجلالة المالك عبدالله الثاني مثمنا دعم الذي تقدمه المملكة لشعبنا وقضيته العادلة في المجالات كافا هاتف سيد الرئيس محمد عباس نظيره الاسرائيلي ريفلين مهنيئا اياه بحلول رأس السنة العبرية وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية وعبر الرئيسان عن أملهما بتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن من جانبه شكر الرئيس الإسرائيلية رئيس عباس على اتصاله وتقديمه التهاني بحلول السنة العبرية الجديدة بحث رئيس الوزراء دكتور محمد اشتهي في مدينة رامالله مع وفد من الكونغرس الأمريكي أخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع ودع رئيس الوزراء أعضاء الكونغرس للضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن الخطوات الأحادية التي قامت بها تجاه الفلسطينيين مشيرا إلى أن هذه الإدارة وعلى رأسها ترامب وقعت في التضليل ولم تعد وسيطا نزيها للسلام وأشار اشتهي إلى أن الحديث في إسرائيل ليس ما بين من يريد السلام أو استمرار الاحتلال وإنما بين من يريد ابقاء الوضع القائم ومن يريد مصادرة المزيد من الأرض من أجل القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية إلى ذلك قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتهي إنما ورد في تصريح وزير الزراعة حول الزيتون يعكس حالة كان معمولا بها في السابق ويستماح لمصانع المخللات باستيراد نوعيات زيتون محددة للتخليل وأضف اشتهي في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن الحكومة ستعالج هذا الأمر بما لا يضر بمصلحة المصانع أو المزارع ويحقق الأهداف بتعزيز المنتج الوطني وإلى الشأن الميداني هدمت جرفات الاحتلال الأربع منشأة زراعية في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة وأفدت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الصلعة برفقة الجرفات العسكرية وشرعت بهدم حظائر للأغنام بحجة البناء دون ترخيص وإلى ملف الأسرى يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وأفدت المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد الربع بأن الأسرى المضربين عن الطعام هم أحمد غنام وإسماعيل علي وطارق قعدان ومصعب الهندي وأحمد زهران وهباء اللبدي إلى ذلك أغلق عشرات النشطاء وطلب جامعيون مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة رملا من أجل الضغط على إسرائيل لإنقاذ حياة الأسير سامر العربيد الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا اذكروا أن العربيد دارين اعتقل في الخامس والعشرين من أيلول الماضي من منزله في رملا وخضعا لتحقيق قاس تسبب في تدور حالته الصحية ويمكث الآن في مشفى هداسة بالقدس المحتلة هذا وأقامت كنيسة الروم الأرثوذكس قداسا وصلوات وترانيم دينية تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة الأسير سامر العربيد الذي تعرض للتعذيب وحضر القداس حجدو من أبناء شعبنا مؤكدين أن قضية الأسرى هي القضية الأولى مطالبين المجتمع الدولي بتدخل الفوري والعاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى هي رسالة كل المواطنين في مدينة رملا اليوم بتنظيم هذه الوقفة وهذه الصلاة التي تقام في كنيسة الروم الأرثوذكس من أجل سامر ومن أجل رفاقه أمام هذه المحاولة التي تستهدف إرادة سامر وإرادة رفاقه من خلال محاولة التصفية الجسدية لهؤلاء الأبطال نحن من طالب المجتمع الدولي كافة أنه يضغط لإطلاق صراح سامر ومش بس سامر كافة الرفاق اللي بالأسر من يزن مغامس قسام البرغوتي نظام مطير ميس أبو غوش وكافة الرفاق وكافة أسران البواسل لأنه سامر إحنا هنا مسلمين ومسيحيين بصوت واحد نندد وندين هذا الاعتداء الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الجباني جدا عن طريق الشباك بإخضاع سامر للتحقيق العسكري القاسي جدا وإخضاعه لكافة أنماء التعذيب نظم وفد من الاتحاد الأوروبي يضم قناصل وزفراء جولة في الأغوار للإطلاع عن كثب على انتهاكات الاحتلال ضد أبناء شعبنا للإطلاع على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد التجمعات السكانية في الأغوار زار وفد من الاتحاد الأوروبي يضم قناصل وزفراء وممثل الاتحاد لعملية السلام الأغوار ورصد ما يتعرض له أبناء شعبنا من سياسات عنصرية من خلال هذه الزيارات الميدانية التي نقوم بها نرسل رسالة حول موقف الاتحاد الأوروبي بأن المناطق المصنفة جيم هي جزء من الأراضي الفلسطينية وأن هذه الأرض تشكل مكون رئيسي في بناء دولة فلسطينية وبدونها لا يمكن إقامة دولة فلسطينية ولا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في فلسطين الجهات ذات الإختصاص من المؤسسات الرسمية أطلعت الوفد على ممارسات حكومة التطرف على أرض الواقع ومخططاتها الاستطانية والتي تصب لصالح نية نيتنياهو ضم الأغوار وشمال البحر الميت شعرناهم بالحالة السلبية على الصعيد الاجتماعي وأنهم أقرب ما يكونوا إلى العصر الحجري عيشتهم من خلال فرض الإسرائيليين عليهم هذا النمط من المعيشة في هذا وقدمنا لهم شكر تخامة الرئيس أيضا على زيارتهم لهذه الأرض الميدانية الذي يحاول نيتنياهو أن ينتزع أيضا هذه الأرض الخصبة التي تشكل أيضا الأساس في الاقتصاد الفلسطيني لهذه المحافظة والمحافظات المجاورة أيضا أرض طباس أرض طابو وإحنا دائما نصرح فيها لكن السنة هذا المستوطن هذا حاطلنا في السحب من حوالي أكثر من ثلاثة شهر ممنوع تطلعوا على المنطقة هاي وصاروا ييجوا في التركترات وصاروا يحرصوا في الأرض صاروا يحرصوا في الأرض أولا زيق طبع المساعة في الأرض والساعة عندنا هون برضو طبعين رؤية بتيجي في عندهم فوق بقولوا الرأس برضو هذا كريب عندنا بتيجوا بتعشي المغربيات بس يشوفوك طبعين المستعمرة الطوالة بيقتصوا على الدورية الدورية بتيجي يا بتأخذك يا بتطروك أو جهزوك هذا أحد المخاصر يا على الحمر يا على تأسير هذه الجولة تأتي نتيجة جهد تقوم فيه الدبلوماسية الفلسطينية بدعوة المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإجبارها على وقف عمليات هدم المنشآت السكنية والمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي هذه الجولة تأتي بعد مطالبة القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بعد نية نيتنياهو بضم الأغوار وشمال البحر الميت من قرية عين شبلي في الأغوار الوسطى أمير شهين تلفزيون فلسطين قررت لجنة المتابع العليا في الداخل الإضراب العام والشامل في البلدات العربية قدن الخميس احتجاجا على عملية العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي في مشهد آخر يضاف إلى مسلسل العنف والجرائم الأخذة في التصاعد داخل المجتمع العربي في الداخل قتل شقيقان من مجد الكروم وأصيب آخر بجروح حرجة في عملية إطلاق نار في القرية مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي داخل المجتمع العربي في ظل فوضى انتشار السلاح والجريمة المأجورة والمنظمة وغياب خطط لوقفها حيث تعنى سلطات الاحتلال بتغذية الجريمة داخل القرى والبلدات العربية واستشراء آفة العنف الأمر الذي من شأنه أن يشغل المجتمع العربي عن قضيته الأساسية وسعيه لانتزاع حقوقه المشروعة داخل مجتمع يمتاز بالتطرف والعنصرية ويتجه نحو القتل والقمع حيث ان 15% من هذه الجرائم قدمت فيها الشرطة الإسرائيلية لوائح اتهام وتحرس على بقاء القتلة أحرارا في معظمها ولا تقوم بتوفير الأمن والأمان وحماية المواطنين بالشكل المطلوب وتشير دراسات إلى أن ظاهرة العنف في المجتمع العربي ناتج عن التمييز العنصري بينهم والإسرائيليين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة وانتشار الفقر والبطالة المرتفعة وانسداد فرص التعليم والآفاق أمام الشباب والاكتظاظ السكاني في المدن والأحياء والبلدات العربية وتظهر الإحصاءات أن 60% من عمليات القتل في الداخل تنفذ بين المجتمع العربي الذي يشكل 20% من عدد السكان ومنذ بداية العام الحالي وحتى إيلول الماضي قتل ما يزيد على 65 مواطنا في جرائم جنائية من أصل مئة وشخصين قتلوا في جرائم مختلفة ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين ومتابعة لذات الموضوع معنا مباشرة من حيفا مدير مركز مسواء سيد جعفر فرح مساء الخير مساء الخير أهلا بك لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني قررت بأن يكون يوم غد إضراب شامل بداية الهدف الرئيسي من وراء هذا الإضراب ما يحدث على أرض الواقع لن يتغير بين ليلة وضحاها لكن هدفكم الرئيسي من هذا الإضراب الهدف الأساسي وإثارة الرأي العام في كل البلاد يعني لا يعقل أن يقتل خلال شهر واحد أكثر من عشرين مواطن فلسطيني تقريبا بشكل يومي في عنا عمليات قتل عصبات الإجرام سيطرت على الشارع هناك ترويع للأطفال ترويع للعائلات هناك خوف يعني بلد زي باسمي الطبعون قتلة تنين باجلي كروم عندنا قتلة أم الفحم قتلة وهناك أيضا حالة انتظار لعمليات انتقام الشرطة الإسرائيلية تعرف والمخابرات الإسرائيلية تعرف مصادر السلاح تعرف أين تتواجد عصبات الإجرام ولكنها تنتظر القرار السياسي والقرار الأمني هدفنا هو تشكيل ضغط على متخذ القرار السياسي ومتخذ القرار الأمني أن يتحرك ليحمي الأبرياء لا يمكن أن نستمر بالوضع اللي ما رأناه خلال الشهر الأخير بدون على الأقل خطوة جدية نستصرخ فيها ضمائر كل من يستطيع أن يتحرك أن يتحرك لأنه ما يحدث الآن وأشبه بما حدث في الضف في سنة 2002-2003-2004 الفوضى السائدي في الشارع الفلسطيني ندفع ثمنها غالي بالأرواح ونحن نستصرخ كل من يستطيع أن يتحرك محليا ودوليا أن يتحرك فورا لإجبار الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بواجبها في أولا البحث عن السلاح تنشيف السوق السوداء وثالثا حماية الأبرياء والمدنيين طب يعني أستاذ جعفر هذا المشهد الذي تحدثت عنه يتكرر يوميا في الداخل الفلسطيني وبالتالي ما هي الأسباب رأيك يعني الاحتلال يعمل على تغذية الجريمة في المجتمع العربي بالداخل هناك من يغذي الجريمة هناك من يغذيها بالسلاح والمال نحن نعرف أن قانون قانون كل القوانين التي سنت أخيرا في موضوع في السنة الأخيرة بموضوع السوق السوداء تؤدي إلى ارتفاع في السوق السوداء في داخل المجتمع العربي يعني تجار السلاح وتجار المخدرات هناك تبييض لأموالهم وتعاملوا مع المجتمع العربي كابنوك عمليا في غياب منظومي مصرفي منظمي بقرى كاملة 14-15 ألف إنسان ما فيه مصرف ولا فيه جهاز مصرفي ترى أن عصابات الإجرام تحولت إلى مصارف لقروض الإسكان ولمصارف حتى للشركات وهي نفسها تجبي الخاوة من المصالح الاقتصادية إذا الدولي مغيبة فهناك من يريد أن نتوجه لعصابات الإجرام لتتحول لفرق سير حراسي الدولي لا تريد أن تحرص وتقوم بواجبها وتحرص المجتمع العربي قطع البث سيد جعفر في ظل استمرار هذه الفعاليات من أدراب وغيره ومطالبات بتغيير الحال وخاصة فيما يتعلق بالتمييز العنصري في الداخل الفلسطيني إلى أي مدى من الممكن بأن يكون هناك تغيير على أرض الواقع الوضع الحالي هو أن هناك من يقصد السيطرة على المجتمع الفلسطيني من خلال الفوضى يعني مجتمع يستطيع أن ينتج 20.25% وينتج 15.16% عمليا نستطيع أن نكون شركاء في عملية إنهاء الاحتلال ونستطيع أن نكون شركاء في بناء مستقبل مختلف لشعوب المنطقة وهناك من يريد أن يهمشنا وخصوصا بعد المشاركة الواسعة في الانتخابات الأخيرة للمجتمع الفلسطيني هناك من يريد أن يخرجنا من اللعبة السياسية من اللعبة الأمنية ويريد أن يضع مجتمعنا في خانة الخوف وخانة السيطرة عليه جربت الحكومة الإسرائيلية وسائل مختلفة للسيطرة على المجتمع الفلسطيني منها العصى والجزرة والآن هناك سياسة جديدة خلي إغراق المجتمع العربي في الدماء وفي السلاح وفي الأموال القذرة إحنا منسميها وإخلق حالة خوف أنت بتفوت اليوم على أي بلد عربي هناك شبه منع تجول إرادي لأن الناس في عندها خوف إذا إحنا ما سكرنا الدولي بشكل عام نعم إحنا مسكرين بلداتنا إحنا مطلوب منها بكرة إغلاق الدولي بشكل عام أنه كل بواطن في إسرائيل أن يفهم أنه إذا إحنا مششعرين بالأمن والأمان في بلداتنا هو لن يشبه أستاذ جعفر أيضا تعقيبا على ما تحدثت عنه أيضا هناك اجتماع يوم غد في الكنيسة والقام المشترك قررت عدم حضور هذا الاجتماع احتجاجا على تزايد الجريمة في الاجتماع العربي وغدا الجلسة الافتتاحية للكنيسة هناك الجلسة الافتتاحية وعمليا كل عضو كنيسة يجب أن يدلي عمليا تم تعيينه رسميا هناك في طقوس كاملة ستحدث غدا في داخل الكنيسة وغياب 13 عضو كنيسة هو غياب صارخ هو غياب احتجاجي وبتأمل أن وسائل الإعلام والسلك الدبلوماسي الأجنبي الذي سيحضر إلى الكنيسة غدا لحضور عمليا مراسيم تعيين أعضاء الكنيسة بشكل رسمي أن يلحظ عملية الاحتجاج نحن نستغل المناسبة غدا للإعراب عن احتجاجنا تجاه سياسة الحكومة الإسرائيلية وأعتقد أن هذه كانت مناسبة منيحة هناك سيكون اهتمام دولي صفراء من كل العالم سيتواجدوا في الكنيسة وعندما سيتم منادات أعضاء الكنيسة العرب من القائم المشترك وكل أمل أن يتغيب أيضا أعضاء الكنيسة آخرين سيكون هناك صوت 13 عضو كنيسة لن يذهبوا إلى الكنيسة ولن يشاركوا في مراسيم تعيين أعضاء الكنيسة غدا وأعتقد أن هذا سيحدث ضج أيضا دولي وليس فقط على المستوى الإسرائيلي من مدينة حيفا مدير مركز مساوى سيد جعفر فرح شكرا جزيلا لك كنت معنا في نشرة التاسعة بمشاركة دولة فلسطين انطلقت أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة بالعاصمة المغربية رباطة المزيد في تقريب مراسلنا من المغرب زيد أبو شمع بمشاركة وزراء البيئة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الإختصاص انطلقت في العاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة الذي سيناقش هذا العام دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة هناك بعد يتعلق بسلوك الإنسان على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الاستهلاك ولذلك هذا لا يمكن أن يعالج إلا تقافيا ولذلك محور هذا المؤتمر هو العوامل الثقافية والدينية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة كيف نستطيع أن نغير سلوك الإنسان كيفما كان موقعه من المواطن البسيط إلى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقني والصناعي كيف يمكن أن تغير هذا السلوك المؤتمر سيناقش عددا من التقارير والمشاريع المقترحة للتعزيز الواقع البيئي في العالم الإسلامي وآليات تحقيق التنمية المستدامة فيما على المستوى الفلسطيني سيتم تقديم تصور لطبيعة المخاطر التي تهدد البيئة الفلسطينية بفعل الاستيطان وممارسات الاحتلال والخطوات المطلوبة لمواجهة ذلك سنصلت الضوء على ما نعانيه من التنمر والتفرد تجاه عدم استطاعتنا كدولة من أن تستفيد من آليات التمويل الدولية سيكون نداء للإخوان أن يتضافروا أن تتضافر الجهود أن لا يكون قطب واحد يحكم الصناديق الدولية الخاصة في حماية البيئة الخاصة في تغير المناخ في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم تسلم جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي حيث استحق الجائزة 17 فائزاً من 13 دولة إسلامية الدورة الأولى لهذا المؤتمر عقدت قبل 17 سنة في المملكة العربية السعودية حيث أرسل مؤتمر منذ ذلك الوقت قاعدة للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة من مقر منظمة إسسكو في العاصمة المغربية الرباط زيد أبو شمعة تلفزيون فلسطين وفي تلي أبي بلغة رئيس قائمة أزرق أبيض بن جنيتس اجتماعه مع رئيس حزب الليكود بن يمين نتنياهو الذي كان مقرراً اليوم وفق ما ذكرته صحيفة أرس هذا وقد بدأت سلسلة من الاجتماعات الاستماع التي تستبق توجيه تهمة في قضايا فساد ضد رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو مجدداً تصل المفاوضات ما بين حزبي الليكود وأزرق أبيض إلى طريق مسدود فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية فبعد أن كان من المقرر لقاء رئيسي الحزبين لاستئناف المشاورات أعلن حزب أزرق أبيض عن تجميد المفاوضات بدعوى تشبث نتنياهو بكتلة اليمين التي شكلها في الانتخابات الأخيرة والتي تشمل التيار اليهودي الحريدي غير المقبول على حزب أزرق وأبيض الذي يسعى للتفاوض مع حزب الليكود وحده بمعزل عن الكتلة المتطرفة نحن في اتجاه انتخابات ثالثة في أقل من عام بن يمين تنياهو فشل في نيسان بتشكيل حكومة والآن يتضح أنه أيضا سيفشل هذه المرة وسيعيد التكليف إلى رئيس الدولة بعد أن لم ينجح بتشكيل حكومة كل ما يهم بن يمين تنياهو هو الملفات الجنائية التي تواجهها جلسات الاستماع التي ستبدأ اليوم رئيس الدولة سيقوم بتكليف في جانس بتشكيل حكومة لكن أيضا إمكانيات نجاحه أيضا ضائلة بسبب البلوك 55 من الليكود واليمينيين والأحزاب الدينية بالتزامن مع تعسر المفاوضات لتشكيل الحكومة يواجه نتنياهو جلسات استماع لمدة يومين مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بحيث سيقرر الأخير في أعقابها إذا ما سيوجه لائحة اتهام ضد نتنياهو من شأنها تغيير الصورة السياسية بشكل جذري الأمر الذي يخشاه نتنياهو ويحاول تفاديه عبر المماطلة بتشكيل الحكومة بمحاولة لترأسها وتلقي الحصانة البرلمانية هناك الآن عملية تصابق بين الجهات السياسية ومحاولة تشكيل حكومة وبين الجهات القانونية بكل ما يتعلق بالتحقيقات ضد نتنياهو كما يبدو أن تقديم لائحة الاتهام بات وشيكا قبل نهاية هذا العام هذا سيعني أن نتنياهو لن يستطيع عمليا أن يواصل في رئاسة الحكومة الإسرائيلية فبالتالي تطور المستوى القضائي والحقوقي قد يفتح المجال فعلا لنزول نتنياهو عن الحلبة السياسية وبالتالي هذا قد يمكن حزب كحولفان من تشكيل حكومة تعتمد على الليكود ولكن دون نتنياهو تراشق بالاتهامات ما بين نتنياهو وغانت بحيث يدعي كل منهما بأن الآخرى يعيق إيجاد الحلول بهدف جر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة في غضون عام واحد بالمقابل لا تقدم بالمفاوضات التي يعرقلها نتنياهو بتعنته بالتحدث والتفاوض باسم كتلة اليمين مجتمعة والتمسك بسيناريو ترأس الحكومة لضمان حصانته البرلمانية من مدينة الناصرة سلام شرقي تلفزيون فلسطين اعتبرت المستشرة الألمانية أنجيلا ميركل لأن على الشركاء الأوروبيين البقاء المتحدين حيالة تسوية الجديدة التي اقترحتها لندن لتجنب بريكسيت من دون اتفاق وقالت ميركل في مؤتمر صحفي المشترك في برلين مع رئيس الوزراء الهولندي أنه سيتم نظر بإمعان في مقترحات المملكة المتحدة مشيرة إلى المفاوضة الأوروبي ميشيل بارنيه يحظى بالدعم الدول الأعضاء بشكل كامل الحكومة البريطانية كانت نشرة اليوم مقترحها لتسوية بشأن الحدود الإيرلندية لتجنب الخروج من الاتحاد دون اتفاق حيث يجنب المقترح مراقبة جمهوركية مادية عند الحدود وإلى الشأن الإيراني قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع وزري إن خطة للمحادثات عرضها الرئيس الفرنسي مكرون على الولايات المتحدة وإيران تلقى قبولا على نطاق واسع في بلاده وأضاف أن بعض الصياغات تحتاج لتعديل في الخطة التي تنص على أن لا تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية وأن تساهد في أمن المنطقة وممراتها المائية وأن ترفع واشنطن جميع العقوبات كما وتسمع الخطة لإيران كذلك بسينا في مبيعات النفط على الفور أعلن الجيش الأمريكي أنه اختبر بنجاح صاروخاً بلستياً عابراً للقارات بعد إطلاقه من قاعدة في كاليفورنيا وأوضح الجيش الأمريكي أن هذا الاختبار ليس رداً أو رداً فعلاً على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية هذا وهدد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي المكلفون بالتحقيق في إطار آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب بإجبار البيت الأبيض على تزويدهم بالوثائق الضرورية المتصلة بالقضية الأوكرانية وكان الرئيس الأمريكي اعتبر إجراءات الإقالة التي أطلقها الديمقراطيون ضده انقلاباً على الشعب في ظل إعلان رئيسة مجلس النواب الديمقراطي نانسي بلوسيا عن فتح تحقيق رسمياً في مسألة عزل الرئيس الأمريكي كنتجة لفضائحه السياسية يصر ترامب على نفي كل ما نسب إليه من خلال استمالة مشاعر مواطنيه لمغرد على تويتر بأن ما يحدث ليس عزلاً له وإنما انقلاب هدفه الاستلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحريتهم وعلى التعديل الثاني للدستور وعلى حقوقهم بشكل عام التي وهبها إياهم الله كمواطنين أمريكيين بهذه الطريقة يحاول ترامب التحريض على الآخرين الذين وصفهم بوقت سابق إنهم يريدون إيقافه وأخذ كل ما يتمتع به مؤيدوه لحماية نفسه من التصاق التهم فيها وكان المتربع على عرش البيت الأبيض ترامب قد طلب من نظيره الأوكراني المساعدة لتشميل سمع خصم السياسي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية للعام القادم ولم يقف الأمر عند ذلك ليطلب أيضاً مساعدة استراليا لضرب مصداقية تحقيق مولر حول التداخل الروسي في انتخابات أمريكا لعام 2016 لصالحه ضد هيلاري كليمتون وهي محاولة لنبشي قضايا سابقة من جديد لحرف الأنظار عن فضائحه أمام الرأي العام وفي حال تم تأكيد هذه التهم في مجلس النواب فسوف يتم تحويلها إلى مجلس الشيوخ وهو بدوره سيتخذ القرار النهائي بشأن مصير رئيس الدولة إلا أن الأغلبية في مجلس الشيوخ هي في صف حزب ترامب الجمهوري هدي الشوامر تلفزون فلسطين وفي موضوع آخر لقي أكثر من 1600 شخص حدفهم منذ حزيران الماضي في أسوأ أمطار موسمية تتعرض لها الهند منذ 25 عاما أكثر من 1600 شخص لقوا حدفهم منذ يونيو حزيران الماضي في أسوأ أمطار موسمية تتعرض لها الهند في 25 عاما وفقا لأظهرته بيانات حكومية يوم الثلاثاء بينما كافحت السلطات الفايضانات في وليتين شمليتين واشتاحت سيولون طينية مدينة رئيسية وتظهر بيانات أصدرتها وزارة داخلية للتحلية أن 1673 شخصا قتلوا جراء الفايضانات والأمطار الغزيرة هذا العام حتى 29 سبتمبر أيلول وفي مدينة باتنا عاصمة ولاية بيهار والتي يسكنها حوالي مليوني نسمة قال سكان إنهم يكابدون مشقة السير في مياه يصل منسوبها حتى الخسر لشراء مستلزمات أساسية مثل الغذاء والحليب وتتواصل جهود الإغاثة والإنقاذ في باتنا حيث يجري إنداد السكان بالاحتياجات الأساسية باستخدام طائرات الهليكوبتر وأطواف وفي ولاية أوتر برادش المجاورة وهي أكثر ولايات الهند سكانا ضمرت الأمطار الغزيرة أكثر من 800 منزل وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتسببت الرياح الموسمية التي عادة ما تأتي خلال الفترة بين شهري يونيو حزيران وسبتمبر أيلول في سقوط أمطار تزيد بنسبة 10% عن المعدل المتوسط المسجل منذ 50 عاما ومن المتوقع أن تستمر الرياح حتى أوائل شهر أكتوبر تشرين الأول أي لشهر أطول من المعتاد عودة النشان المحلي إلى القدس حيث نظم مشفى المطلع المتخصص بعلاج الأورام والسرطان فعالية بمشاركة أكثر من 30 سيدة من مرضات سرطان الثدي والنجيات منه في شهر أكتوبر الوردي الذي يعتبر شهر التوعية وإطلاق حملات الفحص المبكر لسرطان الثدي احتضن مستشفى المطلع في القدس وهو المتخصص في مجال علاج الأورام وأمراض السرطان فعالية شملت محاضرة ولقاء جمع أكثر من 30 سيدة من مريضات السرطان أو النجيات منها اليوم الفعالية تتضمن 30 امرأة مريضة في مستشفى المطلع بيتعالجوا عندنا بالكيماوي والإشعاع حبينا اليوم أن تكون اتتاح فعاليتنا غير كالمعتاد يكونوا معنا نجاركهم بالمرض وندعمهم ويدعمونا بنفس الوقت الإرادة الصلبة لمعزوزة العدم من محافظة الخليل جعلتها تنتصر على مرض سرطان الثدي الذي أصابها قبل ثلاث سنوات اليوم دعوتها للنساء هي الكشف المبكرة الذي سعدها على التخلص منها إلى جانبي تحليها بالصبر وروحي التحدي التي حولتها إلى قصة نجاح كنت مريضة سرطان بالثدي اكتشفته مبكرة بشكل تلقائي من نفسي بعدين اتوجهت للمستشفيات وتوجهت للفحص الطبقي حكولي أنه في البداية اتأقلمت مع الموضوع الحمد لله كفحت وظلتني متابع العلاجات باستشارة الدكتوري كل خط وقطوتها حتى وصلت لها المرحلة وتم علاجي بنهائي كانت الحمد لله علاجي 98% ناجح 100% خلال هذا الشهر تحرص الجهات ذات الصلاة على التعريف بمرض سرطان الثدي وأعراضه وطرق الكشف المبكري عنه والوقاية منها تبعا لأهمية الإلمام بالمرضة لاكتشافه مبكرا والتخلص منها حملات توعية وتفقيف عديدة تنسحب على مختلف محافظات الوطن خلال هذا الشهر وسط تعويل على ضرورة التقاط المجتمع لهذه الدعوة والتجاوب معها من مستشفى المطلع كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين القدس المحتلة وإلى شمال الضفة الغربية بحضور رسمي وشعبي واسع انطلقت فعاليات مهرجان قلقيلي الرابع للجوافة والذي يأتي دعما للمزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بحضور رسمي وشعبي ومشاركة واسعة من المزارعين انطلق مهرجان قلقيلي الرابع للجوافة هذا المهرجان الذي جاء بتنظيم من الغرفة التجارية وعدد من المؤسسات حمل الكثير من الأهداف التي تعود بالفائدة على القطاع الزراعي بالمحافظة بالإضافة إلى الاحتفال بتميز هذه الثمرة على مستوى الوطنة الهدف من المهرجان مساعدة المزارع في تسويق المنتج من الجوافة من الأبوكادو من المانغا الفواكه الاستوائية طبعا محافظة قلقيلي تشتار في زراعة الفواكه الاستوائية هذا المهرجان هدفه الدعم المزارع في التبات في أرضه له بعد وطني وبعد معنوي وسياسي أيضا وخاصة أننا نكافح هذا الجدار وهذا الحصار المفروض على قلقيليا من كبل هذا الاحتلال الظالم بالتالي اليوم أهالي محافظة قلقيليا ومزارعي محافظة قلقيليا سعداء جدا بهذا المهرجان الذي يعرف الشعب الفلسطيني عن منتوجهم الزراعي ومكافحتهم ومعاناتهم ثم الأمل الذي يغرسوه في الأرض ثم ينبت زهرا وينبت حياة وينبت مواجهة وتحدي لهذا الاحتلال عشرات المزارعين الذين جاءوا اليوم مشاركين وحضورا يأملون أن يكون المهرجان نقطة انطلاق لتصدير الانتاج الذي يمتاز بجودته العالية وكمياته الكبيرة التي تزيد عن حاجة السوق المحلية كنت أتمنى أن أعلن اليوم عن بدء هذا التصدير ولكن حتى هذه اللحظة لم يصلني الخبر النهائي ولكني أؤكد لأهل قلقيليا أن التصدير سيكون قريبا جدا نحن نعلق في وزاعة الزراعة همية كبيرة على توسيع هذا المنتج وهو كان من المنتجات المستهدفة في العقود الزراعي الذي أعلننا عنه قبل فترة انطلقت فعاليات المهرجان اليوم وستستمر على مدار ثلاثة أيام ويتخللها أمسيات وفقرات فنية وتراثية بالإضافة إلى عرض العديد من المنتجات والأعمال اليدوية إلى جانب فاكهة الجوافة ويأتي هذا المهرجان تتويجا لموسم الجوافة الذي تتميز به قلقيليا وإيذانا ببدء تصدير ما يفيد من الإنتاج الذي يزيد عن عشرة آلاف طن من مدينة قلقيليا أحمد شاور تلفزيون فلسطين في سلفيت يعد كهف الدرجات غرب بلدة رفات التحفة الأثرية تنتظر أن يكون لها موقع على خالطة السياحة الداخلية لأهميتها التاريخية والحضرية حيث تعود لأكثر من ألفي عامة وتعد من المدافن الفريدة من نوعها في فلسطين إلى الغرب من بلدة رفات وبين أحضان طبيعتها وفوق السلسلة الجبلية المحاذية للساحل الفلسطيني خبأ الزمن أجمل التحف الأثرية كهف الدرجات مدفن يعود لأكثر من ألفي عام حسب مؤرخين ملاني بالآثارات وبالفسي فساء والمقابر القديمة وفيش بس للأسف اهتمام لمناطق الأثرية هذه في القرية علما أنه مليئة بالآثارات الكهف الذي حفر في الأرض استخدم كمدفن فريد من نوعه في المنطقة وبمحاذاته بأرماء وساحات حجرية وفي جوفه فجوات كانت تحوي رماد الموتى في قوارير فخارية تطل عليها فتحات من الأعلى تسمح بدخول أشعة الشمس اسم هذا المقبرة كولمباريوم كانوا عادة الدفن عندهم يأتون بالميت فوق ضمن احتفالات معينة يحرقون الجثة ثم يأخذون رماد الجثة ويضعونها في قرورة فخارية ثم يضعونها في إحدى الطواقه هذه المقبرة طبعا يبدو لي في فلسطين ما فيش منها إلا ثلاث مقابر حسب المعلومات اللي عندي أنا يمكن في منطقة القدس ومنطقة الخليل وهي المنطقة الثالثة رغم أهمية هذا الموقع الأثري من الناحية التاريخية إلا أنه مغيب تماما عن خارطة السياحة الداخلية خاصة وأنه بحاجة للكثير من الترميم والتعريف به وبما يحويه من شواهد حضارية كنز تاريخي خبأه الزمن كرونا طويلة ينتظر أن يماطل لثام عن مكنوناته ويوضع على خارطة السياحة الداخلية لأهميته الحضارية والتاريخية من قرية روفات محمد اشتاية تلفزيون فلسطين نظمت مديرية عمل الخليل ورشة عمل حول عمالة الأحداث وخطورتها وآليات معالجتها يدا بيد لحماية تمتد كان عنوان ورشة عمل نظمت من قبل مديرية عمل الخليل وتحت رعاية وزير العمل بحضور مؤسسات من المجتمع المدني والحكومي وناقشت عمالة الأحداث ومخاطرها وكيفية إيجاد بدائل لوقف هذه الظاهرة تحت وجهات وزير العمل دكتور نصر أبو جيش والإدارة العامة للتفتيش حماية العمل تم عقد ورشة عمل الأحداث تحت عنوان يد بيد لحماية تمتد طبعا هاي الورشة كان هدفها أنه زيادة الجهود المبدولة من قبل المؤسسات الحكومية والجهات بات العلاقة اللي بدنا نحط النقاط على أهم المشاكل اللي بنواجهها في قطاع الأحداث وإيجاد حلول لهاي المشاكل اللي بنواجهها فخلال أقل من عامين تم رصد أكثر من مئتين طفل تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة ضمن عمالة الأحداث حيث يتم متابعتهم وتحويل مشغليهم إلى المسائلة القانونية خاصة عندما لا تتناسب قدرات الأطفال مع الأعمال المكلفين بها قرابة 150 حدث أطفل تم رصدهم في المؤسسات الحكومية تم توجيه النصح والإرشاد في هذه المؤسسات تم أخذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة للقانون في عام 2018 كان قرابة 250 حدث أطفال تم متابعتهم أخبر إجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة القانون عدادة الأحداث قضاية تعرضين على الأطفال من نوع نفسه هي من صلاحيات وزارة الاجتماعية عملياً يقوم قسم الطفولة والمرأة في المدرية بكل جهد ممكن على صعيد المحافظة بشكل عام بتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بتعاون مع نيابة، بتعاون مع الشرطة بتعاون مع كل الجهات الفاعلية والشركاء على رسم أيضاً محافظة في تأمين أكبر قدر ممكن من حاجات أولاء الأطفال عملياً أعمالة الأحداث ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل الأطفال لذلك تتعالى الأصوات المطالبة بأهمية التوعية والإرشاد في هذا الموضوع وعمل برامج تدريب للمرشدين في المدارس بقانون الطفل الفلسطينية وقانون العمل فيما يخص الأحداث عزمي بنات تلفزيون فلسطين الخليل والآن إلى حالة الطقس مع نتالي رانتيسي إليك نتالي نسال خير بحمد نسال خير بحمد أهلاً بكم الأجواء هذه الليلة باردة نسبياً في المناطق الجبلية معتدلة في بقية المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أما بالنسبة ليوم غد فتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الجو صافياً بوجه عام هذا ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم الجمعة قبل أن تعاود انخفاضها يوم السبت أما الآن فننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غداً في بعض المدن الفلسطينية حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة فمن المتوقع أن تسجل والآن ننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواثم العالمية والعربية اشتركوا في القناة إلى هنا مشاهدنا وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية هذا والله دائماً أعلى وأعلم أما الآن عودة إلى محمد ودرين شكراً نتالي شكراً نتالي مشاهدنا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها خلال لقاه وفد من الكونغرس اجتي يدعو للضغط على إدارة ترامب لتراجع عن الخطوات الأحدية بحق شعبنا تواصل الفعليات المساندة للأسر المضربين ونشطاء يغلقون مقر الصليب باحتجاجاً على وضع العربيد جانت سيلغي لقاهم عن نتنياهو والآخر يواجه جلسات استماع حاسمة في قضايا الفساد وكان في النشرة افتاح مهرجان قلقيليا الرابع للجوافة دعماً للمزارعين قتم نشرة الرئيسة من تينيوزون فلوسين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة